المنتخب الوطني المنتخب الوطني أحاديث كثيرة غضب عارم غضب كبير إعلامي جماهيري حتى على مستوى الوسط الرياضي كمحللين وما إلى ذلك والأخبار التي خرجت بإبعاد السيد باسل جورغيس ورحيم حميد وبعض اللاعبين تتسرب بهكذا طريقة دائما هل برأيك هذا كان مجرد جلس نفض هذا الموضوع خلت حدث بداية بهذه الجزئية لأنه هي آخر خبر وأحدث خبر أم هي فعلا الاتحاد يفكر بإبعاد باسل جورغيس ورحيم حميد ويحملون المسؤولية كاملة وبعض اللاعبين لا بصراحة أخنور هي صارت واقع حال الأمانة لأنه حتى المدرب أدفوكات تحدث بهذه الجزئية أنه هناك كثير من التغييرات ستطل المنتخب على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني والإداري هذا الموضوع لم يخفى على الجماهير ولا يخفى على الإعلام بصراحة يعني أنا ما أعتبرها تسريب بقدر ما هي وقع حال تحدث به أدفوكات وتحدث به حتى رئيس الاتحاد سيد عدنان درجال في أحاديث جانبية مع الزملاء الصحفي المتواجدين في الإمارات بالتالي يعني متوقع هذا الأمر لكن يعني الموضوع نسف الفريق بصورة عامة ويمكن يحتاج إلى وقفه وتفكير عميق بهذا الموضوع لأنه أنا ما أعتقد أنه يعني حتى من راح يكون أكو تغيير اللي راح يجي لازم تكون عنده وجهة نظر بالنسبة للمدرب المساعد لا يمكن أنت من من تفكر أنه تغير مدرب مساعد ورح يجي مدرب مساعد يعني المطروح للأمانة الأسماء المطروح مثلا اسم بحج مرادة 20 لا يمكن أنه تمرر عليه و يكون دورة هام يشيد رجل لديه رؤية فنية ورؤية الفنية ستكون رؤية محترمة يجب أن تحافظ على روحية الفريق لأنه هناك مباراة مهمة جدا يعني لا حد يصور أنه بطولة كنس العالم بطولة عابرة طبعا ليس غرب آسيا وليس هي بطولة الخليج بالتالي ما زالت أنه على الورق هناك فرصة للمنافسة يجب أن تستغل هذه الفرصة بالشكل الأمثل نعم وأما بعد ذلك ممكن أنه أنت تنسف بشكل كامل وتبدأ إعادة بناء لكن الوضع الحالي للفريق بصورة عامة غير ملبن للطموع والتغييرات الجزئية مطلوبة جدا هناك لاعبين يجب أن يأخذوا فرصة كاملة يعني أدفوكات تتوقع هو الطالب بتغيير باس القرغيس وسيد رحيم حمد والله أنا بدوني أنه الرجل بدأ يعني يصل رجع صداء جماهير للمدرب وبدأ يفتهم ما يدور في الإعلام الرياضي العراق وما يدور في الشارع الرياضي هذا الأحاديث وقد تكون هناك لديه بعض التصورات على استدعاء بعض اللاعبين يمكن أنا برأيي يمكن هو حمل كابتر رحيم حميد مسؤولية استدعاء اللاعبين بدليل أنه اللاعبين اللي استدعاهم لأول مرة أشركهم بشكل مباشر وهذا يدلل على أنه لديه عدم قناعة باللاعبين المتواجدين بحيث وحتى تحدث بالصريح يعني أنه تحدث أن اللاعب رقم مستعش أنا من استدعاء اللاعب الفلان أنا من استدعاء وبالتالي يعني يوصل رسالة بأنه هو دي تابع ودينصدم أنه أكو لاعبين أفضل وتمزل أكو مساعدين ترجمة نانسي قنقر